أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الترحبية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية كوب 27 أنه يعد فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعل وأشار السيد الرئيس إلى أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ الخضراء تصدف هذا العام لذكرى السلسين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ مضيفا أنه في السلسين عاما التي تلت تأذلك قطع العالم شوطا طويلا في مكافحة تغير المناخ وأثاره السلبية على كوكبنا ونحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ بشكل أفضل وتقييم أثاره بشكل أفضل وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه أضف السيد الرئيس أنه بعد سلسين عاما وستة وعشرين مؤتمر من اجتماعات الأطراف أصبح لدينا الآن فهم أوضح لمدى أزمة المناخ المحتملة وما يجب القيام به لمعالجتها بشكل فعل وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن العالم موجود ويظهر بوضوح العلم الحاجة الملحة التي يجب أن نتصرف بها فيما يتعلق بالتخفيض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري واتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم للتكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ أشار السيد الرئيس في كلمته الترحبية على الموقع الرسمي لمؤتمر تغير المناخ إلى أن دول العالم مدعوة للعمل بسرعة إذا ما أردنا تحقيق هدف درجة حرارة الأرض واحد ونصف درجة وبناء قدرتنا على الصمود وتعزيز القدرة على التكيف وأضاف الرئيس السيسي إلى أن مصر تطلع وشعبها إلى الترحيب بكم جميعا في مدينة شرم الشيخ وهذا المؤتمر في دورته كوب 27 حيث نصق بأن العالم سيكتمع معا مرة أخرى لإعادة تأكيد التزاميها بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها ترجمة نانسي قنقر